توفي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 منذ قليل والد الفنان المصري أكرم حسني لاعب كرة القدم بنادي الزمالك في فترة الستينيات من القرن الماضي حسني عبد الرحيم ده أكرم حسني معروف طبعا والده كان لاعب في الزمالك كان مشهور ساعتها اسمه حسني عبد الرحيم هو اللي عليه الدائرة البيضاء أكرم أعلن عن وفاة والده عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بقوله أبويا في زمة الله إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ده لاعب كرة القدم بنادي الزمالك والد أكرم حسني توفي اليوم ونشر الصورة دي تلي على حسابه على نستجرام وكتب صلاة الجنازة عقب صلاة الجمع بالجامع الكبير بمدينة الرحيم وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء دعواتكم له بالرحمة والمغفرة إيه رأيكم؟ فيه شبه بينهم؟ فيه شبه طبعا هنشوف أسرار تانية دلوقتي كتب على الصورة ديت اللي فاتت بتاعة والده كل عيد أب وانت طيب يا أحلى وأجدع وأطيب قلب في الدنيا وربنا يشفيك ويديك الصحة أبويا الكابتن حسني عبد الرحيم قلب دفاع الزمالك في الستينيام ده أيام برضو ما نسيش هيسم أحمد زاكي ونعاه المعرض ونشر الصورة أيضا الطريفة ديت على انستجرام هو اللي عليمين وأحمد فاهمي اللي على الشمال وكتب عليها ضربت الودع ملاقيتش صاحب جدع عشان كده فاهمي مش صاحب فاهمي أخويا كل سنة وانت طيب يا حبيب ده من يوم واحد وبرضو الصورة ديت من حوالي شهر ونصف مع رجان الجهنة مع زوجته هنا زوجته اللي هي اللي على يمينه ربنا يخلي يوم له بعض ونشر برضو صورته وهو صغير كان هامر وهو صغير وكتب عليها كل سنة وانت طيب الصورة ديت مع المخرج العبقري شريف عرفة ومتصور هو سعيد معاه وكتب عليها سنة 1992 كنت طالب في سنة اولى كلية الشرطة وكان في فترة التدريب الاساسي 45 يوم ما بنخرجش من كلية مخصصين يوم في الاسبوع بعد انتهاء زيارة الاهالي للطلبة لمشاهدة فيلم سينمائي في احد مدرجات الكلية للطرفية عن الطلبة وطبعا ده كان جاي لي عطب طاب لاني بحب السينما من صغري اول يوم عرض كان فيلم الارهاب والكبابوس اخراج الاستاذ الكبير شريف عرفة وعمري ما حنس الخطفة اللي اتخطفتها يومها من الفيلم وتأثيره علي وازاي قدر الاستاذ شريف كمخرج عبقري انه يوصل لي الاحساس ده والانبهار ده بكل عناصر الفيلم ومن وقتها بدأت اركز مع السينما واتناولها بالمفهوم تاني وطبعا كان من رابع المستحيلات وقتها اني اتخيل اي شيء ممكن يربطني بهذا المخرج العبقري اصل ايه اللي هيربط زابط بمخرج غير اني اشوفه في لجنة او كمين واعبر له عن اعجابي به النهاردة بعد مرور 27 سنة من الحكاية دي وبعد مشوار طويل من التحديات والمجهود احب ابلغكم وانا كل شرف وفخر اني وقعت فيلم من اخراج الاستاذ الكبير شريف عرفة لسنة 2020 دعوتكم اني اكون على المسؤولية منشر صورة الارهاب والكباب مع البوست طبعا هو صاحب شخصية ابو شنب المعروفة من ناحية اخرى روى الفنان المصري اكرم حسني احد المواقف المحرجة التي تعرض لها وتسببت في طرده من عزاء صديق والده وقال ابو حفيظة خلال مشاركتي في برنامج اس ان ال بالعربي وانا في الجامعة واحد صاحب والدي توفى واصر والدي على زهابي لتقديم مواجب العزاء واضاف لبست البدلة ورحت انا بمزاج حزين ولما دخلت المبنى ودخلت المنزل فتفاجأت اني في حفلة تنقرية للاطفال واقف بين شخصيات كرتونية ومن بعدها نزلت الطابق الصحيح ومن حظي اني عادت قدام السلم وكل ما بص قدامي اشوف شخصية كرتونية قدامي فما قدرت شمسك نفسي وفتيل تبحك في العزاء لدرجة ان ابن المتوفى طردني من العزاء ومن ساعتها قررت اني مروحش اي عزاء تاني بينه هو بيحكي الحادثة الطريفة ذي من ناحية اخرى ايضا حل الفنان اقرم حسني ضيفا في بنامج مساء دي ام سي ليتحدث عن عمله الاخير الكوميدي ريح المدام الا انه تعرض ايضا لموقف محرج على الهوى بفضل زوجته حيث طلبت المزيع ايمان الخسري من اقرم حسني ان يتوقع اتصالا ويتعرف على المتصل وعندما بدأ في التواصل مع المتصل حاولت زوجته ان تكشف عن نفسها لان هي كانت اللي بتتصل بشكل غير مباشر الا انه لم يتعرف عليها على الاطلاق وقال اقرم حسني انها ليست زوجته حيث انها حجولة للغاية ولا يمكنها اجراء مكالمات هاتفية في التليفزيون الا ان الامر فاجأه عندما عرف انها زوجته لميس زوجة اقرم حسني علقت على عدم معرفته لها قائلة له شكلنا وحش اوي الا انه حاول تحويل الامر الى كوميديا بقوله انه لم يتعرف عليها بسبب الارتباك دي مراته لميس كان موقف محرج طبعا ده اقرم حسني شهير بابو حفيزة دي الشخصية سيدة ابو حفيزة اي 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 انا في صور اقرم حسني اقرم حسني اعلام لمصر ولد ايوم 10 يوليو عام 1974 وحصل على بكالوريوس الاعلام من جامعة القاهرة كما حصل على دبلومتين في العلاقات العامة وهو متزوج ولديه ابن وابنة تدعى روبا اسمه مش منتشر انا مع بنته وابنه بنته اسمها روبا اسم جديد اقرم حسني حياته العملية في احدى الوظائف التي ظل بها لمدة 8 اوام حتى عامل في ازاعة نجوم اف ام حقق نجاحا ملخوزا من خلال بمنامج نشرة اخبار الخامسة والعشرون على قناة موجا كوميدي وعمل كظابط في الشرطة المصرية سابقا في الامن المركزي ثم قدم استقالته وعمل كمزيع ممثل مواهبه ظهرت اقرم حسني لم يظهر كثيرا مع عائلته ولكن او ظهر في لقطة له مع زوجته الجميلة وحازت صورهما على اعجاب الجمه كما ظهر ايضا في صورة له مع اولاده شاهد الصورة وقل لنا هل هناك شبه بينهما؟ انا مع امراته واينا مع ابنه وبنته اترى في شبه بينه واينا برضو مع امراته وبنته يهوبا من ناحية اخرى حالص الاعلام المصري اقرم فوسني على مشاعرة فيلم الحرب العالمية التالتة بتولد كل من احمد فهني وهشام ماجد وشيكو خاصة انه تربطه علاقة صداقة مع احمد فهني والذي استضافه في احد حلقات برنامجه فهني جمعة على قناة الام بي سي مصر اقرم استحبه معه زوجته وابنته لمشاهدة الفيلم الذي اعجبه كثيرا معبرا عن ذلك على حسابه الخاص على موقع الفيسبوك حيث قال تسألني عن الضحك الهيستيري اقولك فيلم الحرب العالمية التالتة برافو فهمي شيكو ايشام ده فيلم الحرب العالمية التالتة لو اعجبكم الفيديو يريد تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم اشتركوا في القناة